الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعدان حفظه الله يقدم ومن القواعد أيضا حكاية نفي العلم بالخلاف ليست بإجماع حكاية نفي العلم بالخلاف ليست بإجماع من يضرب لي مثالا؟ حكاية نفي العلم بالخلاف ليست بإجماع كقول العالم لا أعلم في هذه المسألة مخالفا هل هذه حكاية الإجماع؟ الجواب؟ لا إذ قد يكون ثمة مخالف ولا يعلم به إذن قول المجتهد لا يعلم خلاف في هذه المسألة بعض الأصوليين يعدهم في منزلة الإجماع وهذا فيه نظر بل ليس بإجماع لكن فيه نفي خلاف وفيه اتفاق الأكثر أو إثبات قول لجماهير الأمة لكن أما الإجماع لا ليست هذه من العبارات التي يستفاد منها الإجماع بعينه أين مضانها؟ مضانها في إجماعات ابن المنذر وفي إجماعات ابن قدامى أيضا أما ابن المنذر يقول لا أحفظ فيها مخالفا أو نحوه؟ ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر